الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد طاه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له ولا شبيه ولا مثيل له ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان فلا تضربوا لله الأمثال ولله المثل الأعلى تنزه ربي عن الجلوس والقعود وعن الحركة والسكون وعن الاتصال والانفصال لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء ولا يحل هو في شيء لأنه ليس كمثله شيء مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله أما بعد أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النية لله تعالى في حضور مجلس العلم يقول الله عز وجل في القرآن الكريم لنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وإن نكل على خلق عظيم الله تعالى مدح نبيه الكريم بهذه الصفة بهذه الخصلة العظيمة النافعة والمفيدة لأن هذا الأمر الذي هو حسن الخلق به تزلل الصعاب وبه يقرب البعيد وبه يقضى على المشاكل وبه يتودد ويتحبب المسلم لأخيه المسلم وبه يقرب غير المسلم من الإسلام تقربه بحسن الخلق إلى الإسلام تقربه من الإسلام بحسن خلقك معه هذه الصفة العظيمة هذه الخصلة الكبيرة هذه الصفة المباركة التي هي الخلق الحسن ما معنى الخلق الحسن؟ ما معنى الأخلاق الحسنة؟ ما معنى الأخلاق الحميدة؟ انتبهوا لهذه العناوين التي سأذكرها الآن هي معاني لحسن الخلق وهي عناوين ولو أردنا أن نتكلم بتوسع لأخذ معنا المجلس شرح عنوان واحد من عناوين حسن الخلق من عناوين معاني حسن الخلق أن تحسن للغير وأن تكف الأذى عن الغير وأن تعطي من حرمك وأن تصل من قطعك وأن تعفو عن من ظلمك وأن ترد الحسنة بأحسن وأن ترد السيئة بالحسنة وأن ترد السيئة بالحسنة كل هذه العناوين من معنى حسن الخلق من معنى حسن الخلق كل هذه العناوين تدخل تحت حسن الخلق كل هذه العناوين من معنى الأخلاق الحميدة إذن ربنا سبحانه يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وَإِنَّكَ لَا عَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ماذا قال العلماء في أخلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اسمعوا ماذا قال العلماء كل خير أمر القرآن به فهو من أخلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كل خير أمر القرآن به فهو من أخلاق نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم كل خير حس عليه القرآن أمر به القرآن كل معروف أمر به القرآن فهو من أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم بحسن خلقه وبعظيم صبره وبأخلاقه الحميدة وبحنكته وبعظيم رحمته وشفاقته على عباد الله أسلم بسبب ذلك الكثير أسلم بسبب ذلك الكثير فإذن ينبغي علينا جميعا أن نحسن أخلاقنا أن نحسن أخلاقنا وأن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأوامر القرآن لأن القرآن أمرنا بالخلق الحسن وأمرنا أن نحسن أخلاقنا الرسول صلى الله عليه وسلم اسمعوا ماذا يقول ليس شيء أسقل في الميزان من حسن الخلق رواه أبو بكر ما معنى هذا الحديث ليس شيء أسقل في الميزان من حسن الخلق معناه أن الأخلاق الطيبة الحميدة التي أمر بها الإسلام لها شأن عظيم في الدين لها شأن عال في الإسلام لها شأن كبير في الإسلام وليس معنى الحديث أن الأخلاق الحسن أفضل من الإيمان لا ليس معناه أفضل من الصلوات الخمس لا ليس معناه أفضل من الواجبات إنما هو حس وحض ومدح للأخلاق الحسنة إذن شو بيكون معنى الحديث ليس شيء أسقل في الميزان من حسن الخلق يعني له شأن عظيم في الإسلام شو يعني له شأن عظيم عظيم في الإسلام هذا حديث حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم اسمعوا جيدا وانتبهوا قال صلى الله عليه وسلم ما كان الحلم في شيء إلا زانه يعني زينه جمله ما كان الحلم في شيء إلا زانه وما كان العنف في شيء إلا شانه الإنسان الإنسان الحليم هو الذي لا يستفزه الغضب هو الذي لا يستفزه الغضب يعني هذا يؤذيه هذا يسبه هذا يشتمه هذا يتطاول عليه لا يستفز هذا يحتاج لمجاهدة النفس هذا يحتاج فيه لمحاربة النفس هذا يحتاج فيه لتربية النفس هذا يحتاج فيه لتهذيب النفس الإنسان إن عود نفسه رباها عودها على حسن الخلق يرى أن الأمر سهل ليه بيفكر بالثواب بالأجر بالمقامات بالدرجات العالية في الجنة في الآخرة بيربح عم بيقتدي بالأنبياء يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم يكون داخلا تحت المدح الذي ورده في المسلم الذي يحسن أخلاقه سيعته بيشوف الأمر سهل أما لما بده يفكر تفكير أهل الدنيا وبده ينتصر لنفسه وبده ينتقم لنفسه ما بيمرأ لحدا كلمة سيعته سيعته بيرد الكلمة عشرة والعشرة عشرين والخمسين مية واللكش ضربة والضربة بوكس والبوكس رصاصة وهذا ليس من أخلاق الأولياء هذا ليس من أخلاق الأنبياء وليس من أخلاق الصالحين وليس من أخلاق المتواضعين بدك تنتبه كونك تحسن أخلاقك مش معناته أنك أنت ضعيف لا قد يكون بالكباش وبالرمية وبالبوكس وبالصبق أقوى واحد أنت بكل الحي لكن إن كسرت نفسك وغلبتها لا يدل على أنك ضعيف ما بيدل على أنك زليل تعرفوا عشو بيدل على قوة الصبر وقوة التحمل وهذا ليس كل الرجال يطيقونه يعني حتى اللي هو بأمور الدنيا من الأقوياء الأشداء قد قدامك بقوة صبرك وتحملك وحسن أخلاقك هو بدقيقة واحدة ينهار وأنت تثبت أنت صابر أنت الأقوى لو عضلاته أدكتفك أنت غلبته بحسن الخلق بيدرب هو الحيط بيبخشه بس أنت غلبته بحسن الخلق أنت الأقوى مش العضلات مش الشهرة مش السمعة مش أنه ما حدا بلد بيسترجي يتطلع فيه لا الظالم يفعل ذلك والكيفر يفعل ذلك والمتسلط يفعل ذلك واللي معه ميل بيشتري زعران بيحطه نحوله يفعل ذلك بس كل واحد بيقدر أنه يغلب نفسه كل واحد بيقدر أنه يهزب نفسه كل واحد بيقدر أنه يعود نفسه العفو والصفح لا إذا من الأقوى صاحب الأخلاق الحسنة من الأقوى الحليم الذي لا يستفزه الغضب الذي لا يستفزه الغضب لأنه بسبب أنك تستفز بأنك تغضب تريد الانتقام لنفسك تريد أن تقتل من سبك تريد أن تدمر من شتمك بهذا تهلك نفسك وتهلك غيرك وربما تهلك أهلك معك إذا من الأقوى صاحب الأخلاق الحسنة من الأقوى مهزب الأخلاق من الأقوى مهزب الأخلاق لذلك اسمعوا ماذا ورد في الحديث قال صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالصرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب واسمعوا ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة يعني بيكون له شأن عظيم له شأن عظيم له منزلة دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة إذن انتبه معي لما بتستحضر هالمعاني بتصير بتربي نفسك على حسن الخلق أما لما بتفكر تفكير أهل الدنيا الضعيف بتفكر بتفكير أهل الدنيا السقيم بتفكر بتفكير أهل الدنيا الوضيع بتفكر بتفكير أهل الدنيا الذي يهلكك بتبطل بتمر إلى حدا شيء ولا بتصبر ولا بتحسن أخلائك وبتسير بس بتفكر كيف بدك تنتقم من الناس وليس هذا الذي حسن عليه القرآن بل الذي حسن عليه القرآن وأمرنا به سمعوا أين ورد يقول الله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين من من لا يتمنى أن يكون من أحباب الله كلنا نتمنى ونحب أن نكون من أحباب الله والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين يعني عفوك عن الناس مع قدرتك على الانتقام إحسان إحسان هذا إحسان وأنت بهذا تربح نفسك وتربح الدرجات العلا في الآخرة إذا ننتبه جيدا ينبغي أن نفكر لنهزب أنفسنا ولنربي أنفسنا على أخلاق الأنبياء والأولياء والصالحين الواحد مننا ما يفكر أنه شو هيقولوا عني الناس وييه هلا الناس هيخمنوني جبان وحيستوطوا حيطي وييه عيلتي شو هتفكر فيني وأهلي شو هيحكوا علي فكر أين أنت في موقف القيامة فكر في نفسك ماذا حالك في قبرك من هيكون معك بقبرك عشيرتك أهلك رايبينك يلي بيزأفولك بالدنيا على الباطل ما هيكونوا معك بقبرك رفاق السوء أصحاب وأصدقاء الشر الذين يساعدون شيطانك عليك ما هيكونوا معك بقبرك ما هيكونوا معك بآخرتك وهول انتبهوا منه نكتار يلي بيزأفولك على الباطل ويلي بيحسنولك الباطل ويلي بيدفعوا عنك المال لتعمل معن الباطل ويلي بيدفعوك على الباطل والعاطل اكتار يلي بيدحكولك ليجروك اكتار لكن لي بيبكوك من خشية الله لإنقاذك من بلايا الدنيا وعذاب الآخرة فهؤلاء القلة القليلة فتمسك بأزيالهم لتربح الدنيا والآخرة لتربح الدنيا والآخرة ما تفكر بأهل الدنيا يلي عندهم تفكير سطحي للدنيا شوفوا لي كل الظالمين كل المتجبرين كل المتغطرصين شو عملتلون الدنيا وظلمون شو عمللون واللي كانوا معن على الباطل شو عملولون فكرولي بكل الظلمة والفسقة والفجرة شو عملتلون الدنيا أهلكتهم قصمت ظهورهم دكت أعناقهم وين إنه وين الجيوش اللي كانت معن أنت معك واحد بيزقفلك كان معن جيوش معك واحد بيصرف عليك كان عندهم كنوز الأرض معك ثلاثة أربع بيصفرولك وبيقشرولك ليجروك على الباطل بيبعتولك الواتس أب وبيحاكوك على التليفون بينطروك بفيقوك لياخدوك على الشر والفساد كان معن جيوش وين إنه هن وجيوشهم شو عملتلون الدنيا شو عملتلون الكنوز شو عملتلون الأموال شو عمللون أتباعهم يلي كانوا ميشين وراهم على الظلم والظلم ظلمات يوم القيامة هكذا ورد في الحديث اتقوا الظلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة إذن ما تفكر تفكير أهل الدنيا السطحي ما تفكر التفكير العقيم ما تفكر التفكير السقيم ما تفكر التفكير الذي يدل على ضعف شخصيتك هذا تفكير أهل الدنيا هيك أما تفكير الكبار الأنبياء والأولياء والصلحاء ما هو والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين هذا قول الله هذا القرآن هذه أخلاق الأنبياء والكبار هم الأنبياء اليوم كثير من الناس بيقول له يا كبير شو يا كبير قعد هو ويعلى معصية الله بيقول له يا كبير عشو تيرك الصلاة يا كبير بشرب الخمر بالمخدرات بالزنا بالظلم بالسرقة بالغيبة بالنميمة بشهادة الزور بإساءة الظن بعقوق الوالدين بعقوق الوالدين بترك الواجبات بارتكاب المحرمات بيقول له يا كبير أيه كبير يا حقير الكبير كبير بتقوى الله الكبير كبير بتقوى الله الكبير كبير بتقوى الله بيقول له قائدنا معلمنا أحلامك أوامر كله عشو يزين بعضهم لبعض الباطل هذا حال بعض الناس حال بعض الناس يزين بعضهم لبعض الباطل يجر بعضهم بعضا إلى الشر والفساد بدل أن يكون عونا له على شيطانه يكون عونا لشيطانه عليه وعونا لنفسه عليه بدل أن يكون عونا له على نفسه أنت عندك ثلاث أعداء ثلاث أعداء نفسك الأمارة بالسوء رفاق السوء والشر والفساد والشيطان تبهتوا؟ هو بتكون نفسه خبيثة عنده استعداد ما بيلحق واحد يقول له امشي على الخمر بيركد قبله إذن هو عنده استعداد ما بيلحق بيقول له واحد امشي على الزنا بيركد قبله ما بيلحق واحد يفتح له باب شر إلا بيصبه يعني هو نفسه خبيثة يعني هو عنده استعداد إذن النفس الخبيثة رفاق السوء الذين حوله والشيطان ثلاث أعداء البطل العاقل الزكي هو الذي يغلب هؤلاء الثلاسة هو الذي يتغلب على هؤلاء الثلاسة كثير من الناس شو بيقولك اليوم الشيطان ويلعن الشيطان والشيطان أخذني على الخمر والشيطان أخذني على الزنا والشيطان أخذني على السرقة والشيطان أخذني على الظلم والشيطان أخذني على كذا الشيطان ما جرك بالحبل الشيطان ما رفع السيف عليك الشيطان ما جرك وأنت مغمض العينين ولا غمض لك عينيك هو وسوس لك نفسك عند استعداد ركدة شياطين السوء شياطين الشر اللي حولك من الانس امروك دعيوك شجعوك فتحو لك باب نفسك الخبيث عند استعداد شفتوا كيف الشيطان ما جاي بحبل واجا ربطوا برأبتك وجرك نعم الشيطان خبيث الشيطان لا يتركك في الليل والنهار لكن انت عندك استعداد فاذا قل نفسي الخبيثة امرتني نفسي المريضة نفسي السقيمة نفسي العليلة نفسي هي شجعتني نفسي اخذتني خاطبها قل لها يا نفسه هل تطيقين عذاب النار هل لك قدرة على عذاب جهنم اذا كيف تمشي معها على الزنا على الخمر على المخدرات على السريقة على ترك الصلاة على ترك الصلاة بحر نهر كل الدنيا لو تحطمت على رأسك لا تستحق هذه الدنيا ان تضيع صلاة واحدة من اجلها الذي يترك صلاة واحدة مفروضة يضيعها هذا من ان لو انه خسر كل ما له وكل من يحب في هذه الدنيا فخسرهم في ساعة واحدة كل ذلك اهوا من ان يضيع صلاة واحدة مفروضة الذي يضيع الصلاة الرسول شبهه بمن بالانسان الذي فقد اهله وماله بل تضيع الصلاة اخطر من ذلك تعرف ليش لو ضيعت اهلك مالك بساعة فصبرت لك اجر اما بتضيعك للصلاة انت فاسق بتضيعك للصلاة انت ظالم لنفسك مرتكب للكبيرة قريب من الكفر يخشى عليك من سوء الخاتمة العلماء قالوا الذي يترك صلاة مفروضة واحدة يضيعها تنزل عليه لعائن الله غضب الله حل عليه صخط الله حل عليه كيف اللي بيترك يوم ما بيصلي يوم ليش ما صليت قال كان عندنا لعب 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 بك الشيطان حتى شبع اي لعب لما صليت قال كان عندنا فحوصات فحوصات بالمستشفى او بالمختبر بيترك الصلاة لما صليت كان عندهم طليبة كان عندهم كتب كتاب كان عنده عرس الشيطان يضحك عليهم ليش ما صليت عم تتبضع وتتسوق ليش ما صليت قال كنت مسافر من بلد لبلد قلت بأخرهم كلهم وبصليهم بالليل بالأتيل او بالبيت ترك الظهر والعصر والمغرب الى ان دخل العشاء انت بالسفر فيك تجمع وتقصر فيك تصلي جمع تقديم او جمع تأخير والصلاة الرباعية فيك تقصرها الظهر والعصر والعشاء فيك تصليها ركعتين بالسفر لك رخصة لك عزر ان تجمع وتقصر ترك الظهر والمغرب والعشاء ترك الظهر والعصر والمغرب الى العشاء قال اصليها في الفندق او في البيت صار ملعونا بسبب هذه السفرة تعرفوا شو بيقول العلماء قاصد الحج المسافر للحج للحج قالوا ان ضيع صلاة مفروضة في هذا السفر اسمعوا ماذا قالوا فيه كمن هدم مصر وبنى قصر اذا ويحد دمر بلد باكملها من اول لاخرها ليعمر اصر ضرر اعظم ام نفعه اعظم ضرره اعظم قالوا الذي يضيع صلاة في سفر الحج هذا مثاله اليوم معكم خبر في نسب سفر الحج بيتركوا الصلاة يتركون الصلاة الرائع الحج رائع العمرة في السفر سفر الحج او العمرة يترك الصلاة في المطارات في الطيارات في الانتقال من مكان الى مكان يتركون الصلاة يكون فاسقا ولا يكون حجه مبرورا هو في الاحرام عبد ضيع الصلاة لا يكون حجه مبرورا اذا فكر بتفكير الانبياء بتربح فكر بتفكير الاولياء والصلحاء تربح والكاظمين الغيظ هذا الذي امر به القرآن مش تفكير اهل الدنيا ييه عليك يا جبان ليس كتله روح شيله عيونه اعوذ بالله يا ملعون يا خبيث عم بتقوله روح شيله عيونه لانه قاله كلمة كلمة عم بيقمره روح يشيله عيونه لو واحد سبك انتبه انتبه ركز لو واحد سبك الافضل والاحسن شرعا واخلاقا ان تعفو وتصفح ولا ترد حتى بالمثل والرد بالمثل ليس في كل وقت يجوز ليس في كل المسبات يجوز ليس في كل الاحوال يجوز انتبه السب بالمثل في بعض الحالات ليس في كل الحالات وشرعا ان عفوت وصفحت يكون احسن احسن من انك تنتقم لنفسك اسمعوا مرة من المرات كان ابو بكر الصديق رضي الله عنه في المجلس وجاءه انسان وصار يعتدي عليه بالكلام على ابو بكر والرسول في المجلس والرسول في المجلس اسمعوا وانتبهوا ابو بكر الصديق في الاول سكت في الاول سكت ثم زاكا تماده فابو بكر اراد ان يسكته اراد ان يرد عليه لاسكاته فقام النبي وانصرف من المجلس قام النبي بالاول شو كان عم بيعمل ابو بكر بالاحسن الافضل يعني الاحسن انك حتى ما ترد بالمثل حتى بالمثل ان لا ترد لكن هذا ليس معناه انك تترك النصيحة النصيحة مطلوبة فتقول لمن سبك لا تظلم نفسك اتقي الله لا تعصي ربك النصيحة مطلوبة لكن ان تقول له لو قال لك يا خبيث وانت لست خبيثا ان تقول له انت الخبيث في مثل هذا يجوز لاحظ انت لست خبيثا ظلمك افترى عليك قال لك يا خبيث في مثل هذا ان تقول له انت الخبيث الى هذا الحد يجوز لكن شو الافضل قلنا شو الافضل العفو والصفاح اسمع لكن انت ما ديت وتعديت وتجاوزت حدك وقدرك فزدت في الرد عليه تصير انت ايضا من الظالمين كيف يعني اذا قال لك يا خبيث بتقول له انت وبيك الخبثاء امك الخبيثة اختك الخبيثة شو بيكون عملت انت صرت ظالما امه شو دخلها اخته شو دخلها بيو شو دخلو شفت انت هون شو بتكون عملت تعديت يعني انت صرت ظالما كان هو الظالم بس لو قلت له اعفو واصفح عنك لله لكان اخذت لكنت اخذت الاحسن ونلت الاعلى والافضل لو قلت له انت الخبيث لهون يجوز لكن لو عفوت وصفحت يكون احسن اما اذا زدت قلت له امك وبيك وعيلتك وعشيرتك هني الخبثاء صرت ظالما معتديا صرت ظالما معتديا فشو المطلوب العفو والصفح العفو والصفح ثم اسمع في بعض الحالات وببعض المسبات لا يجوز لك ان ترد حتى بالمثل وان استحليت الرد بالمثل في بعض الحالات تكفر مثل شو واحد خبيث ساقط في الطريق قال لمسلم يا ابن الزانية هذا المشتوم ما بيجوز يقول له انت ابن الزانية هون ما بيجوز يرد بالمثل اذا قال لا بيجوز ردله بالمثل يكون كفرة ليه لانه هديك الرجل الخبيث ليتهم امك بالزنا امه شو دخلها انت قذفت امه بالزنا واسمعوا ماذا قال الرسول قال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع المبيقات شو يعني المبيقات المهلكات وعد فيها وقذف المؤمنات المحصنات الغافلات يعني ان تقذف مسلما او مسلمة بالزنا وهي طاهرة من ذلك صرت مرتكبا لبعض المبيقات التي تستحق ان ميت بلا توبة ان تدخل النار وتعذب صرت مستحقا ان تعذب عليها في جهنم طيب هو خبيث قذف لك امك بالزنا امه شو دخلها فهون لا يجوز ان ترد بالمثل فاللي بيقول بلى بيجوز اني قل له امك الزانية هذا استحلى استحلى قذف المؤمنات المحصنات الغافلات فيكون كذب الله والرسول والقرآن والشريعة بيصير كفر اني استحلى ذلك واضح الكلام شفتم مثل هذه الحال ما بيجوز ترد بالمثل بعدين انت اذا قتلته اذا قتلته شو بيكون عملت ماذا حصلت لنفسك بتفوت على السجن ويمكن يجو اهله يقتلوا اهلك شو بيكون عملت مفسدة بين العائلتين شو بيكون خسرت العفو والصفح والمقام الاعلى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين المحسنين ان تعفو عن من ظلمك وانت قادر على الانتقام اسمعوا يا اخوانا كلكم يعرف كم فعل اهل مكة من المشركين برسول الله صلى الله عليه وسلم وبصحابته الكرام يوم كانوا في مكة ما هيك حاصروهم اذوهم منعوهم من البيع والشراء قتلوا من قتلوا منهم حبسوا من حبسوا عذبوا من عذبوا جوعوا من جوعوا ثم اذوهم الى ان هاجروا الهجرة الاولى الى الحبشة وهذه لم يكن فيها الرسول صلى الله عليه وسلم الى ان الى ان اخرجوا رسول الله من مكة والرسول خرج تنفيذا لامر الله ليس جبنا وليس فزعا منهم اسمعوا يا اخوانا ويا اخواتنا تخيلوا انهم ارادوا خنق الرسول وهو يصلي عند الكعبة ارادوا خنقه وهو يصلي عند الكعبة صدوه عن البيت سبوه شتموه سبوا القرآن قالوا ساحر قالوا شاعر قالوا مجنون ازوه وافتروا عليه ومنعوا الناس عن الدخول في الاسلام وكان ساجدا عند الكعبة فالقوا على ظهره سلاجزور كيس ولد الناقة الناقة انسى الجمل لما تخلف ما بيطلع ابنها بكيس فيه الدم وفيه شيء كثير هذا القوه على ظهر الرسول وهو عند الكعبة ساجدا في الصلاة ثم ضرب بالحجارة عندما كان في الطائف الى ان ادموا قدميه صلى الله عليه وسلم شج رأسه الشريف كسرت رباعيته المباركة وضعوا وضعوا على ظهره هذا القذر سلاجزور وارادوا خنقه ووضعوا التراب على رأسه وهو في الصلاة وهو صابر كل هذا خرج مهاجرا الى المدينة رجع بجيش جرار حاصر مكة من جهاتها الاربع صاروا كله للظالمين والمشركين الكفر تحت قبل رسول الله صاروا تحت حكمه تحت سلطته بل تحت سيفه دخل الرسول بعشرة الاف مقاتل يا هل ترى كيف قابلهم وكيف عاملهم هل عاملهم بالمثل لا هل زبحهم وكان قادرا على ذبحهم هل ألقاهم في البئر أو في السجون هل هجرهم من مكة بل اسمعوا ما الذي حصل قال ما تظنون أني فاعل بكم قالوا أخ كريم وابن أخ كريم يعرفون أخلاقه قال اذهبوا فأنتم الطلقاء عفى عنهم مع المقدرة على الانتقام وهم تحت سلطته وحكمه وسيفه فكان ذلك سببا في دخول أكثرهم في الإسلام في هذه الفترة أسلم منهم الآلاف بسبب حسن أخلاق الرسول بسبب تصرف الرسول معهم وهو العفو والصفح كان الرسول قادر على ذبحهم وقتلهم وكان يجوز له ليس حراما عليه لكن عاملهم بالأحسن أم لا عاملهم بالأحسن شو كانت النتيجة أكتر أكتر دخلوا في الإسلام أكثرهم أسلموا سيدنا يوسف النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إخوتهم ماذا فعلوا به وبأبيه ماذا فعلوا به من ضربه وإيذائه وشتمه وتوبيخه وإلقائه في الجب ألقوا يوسف في الجب وباعوه صورة هو حر ليس عبدا مملوكا باعوه صورة بيع العبيد للقافلة التي تريد مصر ثم كم قللوا من الأدب مع يعقوب ومنعوا يوسف من يعقوب ويعقوب من يوسف إلى أن أصابه العمى من شدة حزنه على يوسف سنوات كثيرة طويلة ويعقوب يبكي وقلبه يحترق على يوسف بعض بعض المفسرين بقوله أربعين سنة وبعضهم يقول أكثر بكثير وبعضهم يقول أكثر بكثير إلى أن التقاه يوسف ماذا فعل بعد كل هذا الذي فعلوه معه ومع أبيه النبي يعقوب يوسف نبي يعقوب نبي عليهم الصلاة والسلام لما صاروا تحت حكم يوسف وصار هو الآمر الحاكم وكلمته المطاع عند ملك مصر عند عزيز مصر والكلمة ليوسف هو المطاع حتى من الملك الملك يطيع أمر يوسف الملك يجو إخويته بدون ياخدوا الطعام البر القمح يوسف في هذه السلطة العظيمة في هذا الموقع العظيم الكبير وجاء فقراء ضعفاء كيف قابلهم كيف عاملهم قال لهم لا تسريب عليكم شو يعني لا تسريب عليكم لا تخاف لا أعاقب ولا أعاملكم بالمثل قال لا تسريب عليكم وهو قادر على ذبحهم وتقطيعهم وإلقائهم للأسود إلقائهم للسباع أو في الآبار أو أن يضعهم في السجون إلى أن يموتوا لكن هل فعل بهم ذلك لا أطعمهم وسقاهم وكساهم وأعطاهم الطعام وأرسلهم إلى يعقوب ما عملهم بالمثل ما عاملهم كما عاملوه هذه أخلاق الأنبياء هذه أخلاق الأولياء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين هكذا ينبغي أن نكون أنت إن أطعت ربك وكسرت نفسك وهذبتها وحسنت أخلاقك هذا لا يضرك عند الله ولا ينقص قدرك ولا مقامك أما عند أهل الدنيا الذين ينظرون النظر العفنة يقولون جبان وهؤلاء لا عبرة بهم قلت لكم أين الفراعنة أين الجبابرة أين الذين تغطرسوا وظلموا وفسقوا وفجروا أين 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 الجيوش التي كانت معهم هل أنقزتهم من بلاء الدنيا فكيف بعذاب الآخرة فكيف بعذاب الآخرة واسمعوا ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يبلغ بحسن خلوقه درجة الصائم القائم اتنين هذا مسلم وهذا مسلم هذا يصوم أكثر أيام السنة غير الأيام الخمسة التي يحرم صومها يوم عيد الأضحى يوم عيد الفطر أيام التشريق السلاسة هذه الأيام الخمسة حرام أن تصام في السنة وما بصح صيامها هذا المسلم غير هذه الأيام الخمسة وغير رمضان يكثر الصيام تنين خميس يوم يومين لا يومين يوم لا ثلاث أيام بيض من كل شهر البيض من كل شهر 13 14 15 عاشراء يوم عرفة يصوم ستة أيام من شوال يصوم يكثر من النوافل النصف من شعبان يصوم الكثير من السنن من النوافل ويقوم الليل بالوقت يلي بيكون أكتر الناس على التلفزيون أو عن بيشخره هو يقوم الليل يصلي 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 يصوم هذا الصائم القائم وواحد مسلم تاني أدى الواجبات اجتنى بالمحرمات ما بيصوم ما بيصوم ما بيصوم و Hamilton يصلي ما بيعمل معاصي وينام وهذه قائم الليل هذا يصوم المهار وهذه مفطر في النهار بس ما بيعمل معاصي عم يünstلي الواجبات ويجتنى بالمحرمات لكنه يحسن أخلاقه مع الناس يحسن أخلاقه يطيب كلام كلامه مع الناس لأنه ورد في الحديث في صفة أحباب الله أنهم ينتقون فيما بينهم أطائب الكلام كما ينتقي أكلة التمر أطائبه يتواضعون لبعضهم يحسن أخلاقه رحمة شفقة أدب صدق أمانة يحسن أخلاقه إن شتم إن سب إن ضرب إن ضرب أبناؤه إن سب أبناؤه لا ينتقم لنفسه ولا للدنيا يعفو ويصفح لله يريد ما عند الله يريد السواب يريد الجنة يريد الآخرة هذا ما بيدل على أنه جبان شو قلت بالأول بيدل على أنه أقوى من صاحب العضلات اللي ما عنده صبر ما عنده حسن خلق هذا المحسن أخلاقه أقوى من ذاك طيب هذا لا يصوم النفل ولا يصلي النفل في الليل إلا أنه يحسن أخلاقه مع عباد الله ذاك يصوم ويصلي اسمعوا ماذا قال الرسول إن العبد لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم هذا بكسرة صلاته وصيامه من النوافل وهذا بحسن خلقه شفت حسن الخلق يكفي أن تفكر من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة ماذا ينقصك شو نأسك حتى لما تحسن أخلاقك وتربح هالمقامات والأجر والسواب والسر والبركة والنور والضياء والرحمة والخير حسنوا أخلاقكم مع زوجاتكم مع أمهاتكم مع آبائكم مع أبنائكم والأبناء مع أمهاتهم وآبائهم مع الجيران مع القريب مع البعيد مع الغريب ليس فقط مع من هم من عائلتك لا بل تحسن أخلاقك مع من عرفت ومع من لم تعرف شو قلنا بالبداية هذا حسن الخلق يقرب غير المسلمين من الإسلام مش قلنا هل من شوي بسبب عفو وصفح النبي عن أهل مكة أكثرهم دخلوا في الإسلام أكثرهم أسلموا وهذا سيدنا الغوث القطب الرفاعي رضي الله عنه وأرضاه حفيد رسول الله ابن علي وفاطمة الذي كان آية في الطواضع والانكسار والذي كان أفضل أولياء أهل زمانه والذي كان بحرا من بحور الشرع الشريف في زمانه كان ماشيا في الطريق وخلفه ناس من أتباعي تخيلوا بس يلي صلوا عليه صلاة الجنازة يلي بس قدروا أجه ووصلوا مليون وسبعمائة ألف إنسان هو اللي يصلوا عليه صلاة الجنازة خلفائه وخلفاء خلفائه في حياته أكثر من مئة وثمانين ألف خليفة كلهم أولياء أكثر أكثر من مئة وثمانين ألف خليفة كلهم أولياء هذا في حياته هذا السيد أحمد الأمراء الملوك الصلاطين على أعتابه وعلى بابه هذا السيد أحمد الرفاعي ماشي بالطريق درويش حيث التواضع لا يرى لنفسه حظا هو ماشي إجا وحد يهودي قال له يا سيد كان يقال له يا سيد أو سيد لأنه من زرية الرسول قال له هذا اليهودي يا سيد من أفضل أنت أم هذا الكلب وكان في الطريق كلب يمر تخيلوا أنتو لو أمير أو زعيم أو رئيس يقال له هذا في الطريق وعنده كل هالأتباع عنده كل هالأتباع إذا كان بس الخلفاء تعولوا أكثر من مئة وثمانين ألف خليفة طيب هذا الرجل العظيم في تلك اللحظة تواضع في نفسه تواضعا عجيبا ولم يرى حظا لنفسه اسمعوا ماذا قال لليهودي قال له إن نجوت على الصراط فأنا خير هذا اليهودي صعق قال له لمثلي تقول هذا وَلَسْتُ عَلَى دِينِكَ وَاللَّهِ دِينُكَ حَقَّ مُدَّ يَدَكَ فَإِنَّا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ دخل في الإسلام بسبب شو؟ تواضع سيدنا أحمد الرفاعي الكبير يهودي دخل في الإسلام يهودي صار مسلما بتواضع الإمام الغوث الرفاعي لا بتروح إيدك ولا بتطير عينك ولا بتدوب دينتك إذا تواضعت وحسنت أخلاقك أنت الذي تربح أنت الذي تربح زين العابدين سيدنا زين العابدين جد السيد أحمد الرفاعي زين العابدين هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هذا الرجل كان أفضل قرشي على وجه الأرض في زمانه الناس يهابونه أكثر من الملوك والأمراء لتقواه يحبونه محبة عظيمة وكان من شدة جماله كأنه القمر يمشي على الأرض تواضع زهد عبادة وعلم وصلاح وأخلاق حسنة ماشي بالطريق يجح شخص صار يسبه يسبه في وجهه هذا زين العابدين حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم زين العابدين وقف وقف هديك جاي بالطريق عم بيسبه وقف له سبه 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 خلص يعني قد يقال كيس لم سبه خلص شو بعد فيه خلص أهم شو قال له اللي عم بيسبه إياك أعني أنا عم سبك لألك ليش ما عم بترد قال وعنك أغضي أي أنا أتعمد أن لا أرد عليك وفي بعض وفي بعض الأخبار التي وردت اسمعوا قال للذي سبه إن كنت كما قلت غفر الله لي الله أكبر وإن لم أكن كما قلت غفر الله لك عم بيدعيله غفر الله لك وفي بعض هذه الأخبار والحوادث اسمعوا قال له هل لك من حاجة نقضيها لك الله أكبر يديك جاي عم بيسبه وهو عم بيقول له هل لك من حاجة نقضيها لك وقال لمن معه أعطه ما معنا من مال شو بتتخيله يصير في هذا الرجال أخذه البكاء وصار يقول والله إني تائب إلى الله تاب وندم شوفوا حسن الخلق شوفوا حسن الخلق إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم أنا رأيت من شيخنا رحمه الله رحمة واسعة ما يشبه هذا كنا مرة في المجلس العام جاءه إنسان من أهالي بيروت الشيخ كان من عادته لو كان في الدرس في المجلس دخل الغريب أو ضيف يقول افسحوا المجال افسحوا المجال أين الكرسي أحضروا له الكرسي جيب له كرسي قاعدوا حده في صدر المجلس وافتحوا له المجال عرفته؟ والشيخ بييده فنجان عم بيشرب أعطاه هذا الفنجان ثم أكمل كلامه الشيخ وبعدما انتهى هذا الرجل قال لشيخنا بالعامية قال له أنا بيشتغل كذا هلا ما حقولكم شو بيشتغل حتى ما أحدا يعرفه لأن الرجل تاب ومات لأنه هو من عائلة مشهورة وعرفه من كان في المجلس قال له أنا بيشتغل كذا شغلته بتطلب أنه يفوت عبيوت كتير قال له ما خليت بيت فت عليه أو قهوة وعدت فيها إلا سبيتك إلا سبيتك للشيخ عم بيقول له بوجه قدامنا كلنا في المجلس قال له إلا سبيتك وحكيت عليك ونفرت الناس منك شو بتتخيله يصير الشيخ أخذه الطواضع الانكسار ظهر عليه كاد كاد يظهر الدمع من عينيه ثم رفع يديه وقال له سامحنا الله جميعا مش يا خبيث يا ملعون يا فاسق يا فاجر هجموا لا لا قال له سامحنا الله جميعا عم بيدعي لحاله معه يدعو لنفسه مع هذا الإنسان قال له سامحنا الله جميعا مثل القصة اللي صارت مع مولانا المحدث الولي الصالح الشيخ بدر الدين الحسني رضي الله عنه اللي كان محدث بلاد الشام بزمانه إجا واحد مطرب مشهور بده يقابله فبعض الخدم اللي عند الشيخ على الباب عرفوا أنه هذا المطرب في ذلك الوقت مطرب قصة كان يعني فضيحة بالبلد عرفته وهو بعضهم هكذا وأكسرهم هكذا يعني لأنهم يحركون الناس على الرسائل وعلى الفساد وعلى 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 أشياء كثيرة ما هذا موضوعنا هلا المهم فلما عرفوا أنه هذا فلين ضاج الناس في مجلس الشيخ أنت بدك اتقابل الشيخ بدر الدين الحسني محدث بلاد الشام الإمام العظيم الإمام الكبير الكذا الكذا بدر الدين الحسني بثمانة وكان قصة كبيرة يعني فصار يقول لهم أنا أريد الشيخ أنت لا تدخل على الشيخ لا تقابل صاروا يعيطوا عليه وصل صوتهم عند الشيخ بدر الدين الشيخ بدر الدين قال لهم ما الأمر قالوا له واحد مطرف في الباب يقول يريد أن يدخل إليك شو قال لهم الشيخ بدر الدين أنا أخرج إليه شوفوا التواضع شوفوا حسن الخلق شوفوا ترغيب الناس بالتوبة يا أخوانا ويا أخواتنا ترغيب الناس بالتوبة فتح باب التوبة للناس او اقبال الاقبال بالناس الى باب التوبة يقبل بالناس الى باب التوبة مش يهربهم وينفرهم قال انا اخرج اليه طلع الشيخ بدردين الحسني هالرجل العظيم الامام الكبير حاطت جبته عليه وماشي عم بجر حاله كبير مسن وصل لعنده على البيب قال له ايش يوب كان عنده كلمة يقول يوب قال له ايش يوب قال له شيخي بدي يتوب ام الشيخ بدردين فتح الجب بتعيته قال له من يمنعك من التوبة انا وانت نتوب الى الله عبطوا حطوا بصدروا صار يبكي معه قال له انا وانت نتوب الى الله شوفوا حسن الخلق والادب والتواضع والرحمة والشفقة والانكسار فاذا شفتوا واحد من المسلمين عام المعصية لا تشمتوا به بل خزوا بيده رغبوه مهدوا له الطريق تخيل نفسك مكانه تخيل نفسك مكانه كل مننا معرض ان يزنب ان يخطئ ان يقع فاذا وقع في الحفرة بنمد ايدنا لالو مش بنضرب باجرينا على راسه لا يغرأ تخيل انت نفسك مكانه كلنا ليتخيل نفسه مكان هذا المزنب او العاصي او المقصر نسأل الله ان يتوب علينا جميعا وان يحسن اخلاقنا انه على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين